السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندي أسئلة اجتماعيات للصف السادس الابتدائي أسئلة عدي ست أسئلة ست أسئلة والإجابة عن خمسة أسئلة فقط. الكل سؤال عليه عشرين درجة هاي أسئلة طالباتي سؤال الأول عرف خمسة مما يأتي. عدي ستة عارف جابون على خمسة أولا المنارة المظفرية نعرفها وهي من الآثار الموجودة في أربيل نسبة إلى مظفر الدين حاكم أربيل وكانت المؤذنة جزءا من الجامع الكبير المشهد الكاظمي موجودة صفحة 52 قرقر صفحة 36 يعني بس صفحات وتتعرفوها الخط الستراتيجي وهو الخط الذي يربط حقول النفط الشمالية مع الحقول النفط الجنوبية ثم إلى موانئ البحر المتوسط وبذلك أعطى المرونة اللازمة في نقل النفط العراقي إلى الموانئ العالمية القلعة العمادية القلعة العمادية صفحة 14 والخابور صفحة 11 سؤال الثاني املأ الفراغات الآتيها عليها 20 درجة من أهم المدن التاريخية لمحافظة الأنبار هنا عدنا عنه وهيت يعد نهر دجلة الشرياني الحيوي لبغداد حيث يقسمها إلى جانبي الكرخ والرصافة من أهم المناطق السياحية لمحافظة ديالة المناطق السياحية لمحافظة ديالة عدي المنطقة السياحية في الصدور ومنطقة تلال حمرين وبحيرة حمرين يكون يتكون تقسيم الإدارة للعراق حوالي 11 محافظة يربط اسم محافظة صلاح الدين باسم القائد صلاح الدين الأيوبي سؤال الثالث أجب عن فرعين ما هي المناطق السياحية لمحافظة دهوك المناطق السياحية لمحافظة دهوك لدينا مصيف زاويتا وسوارا توكا ومصيف سرسنك ومصيف أنيشكاي وسولاف وعيون المياه المعدنية ما هي أهم الموارد المائية لمحافظة السليمانية عدتها مع الشرح موجودة صفحة 21 ما هي أهم المظاهر التضاريسية لمحافظة الأنبار موجودة صفحة 54 وهي هضبة الجزيرة والسهل الرسوبي والهضبة الغربية السؤال الرابع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة تقع محافظة أربيل وسط العراق خطأ شمال العراق سميت محافظة نيناء وبأم الربيعين صح تعتبر الحمضيات من أهم المحاصيل الزراعية لمحافظة بغداد صح يقع مرقد الإمام الأعظم في جانب الكرخ من مدينة بغداد خطأ بالرصافة جانب الرصافة تعتبر جزيرة الحبانية من أهم المناطق السياحية في محافظة بغداد خطأ في الأنبار نجي على سؤال الخامس أجب عن أحد الفرعين الآتين أولاً ألف تكلم عن مدينة سامراء الإسلامية سامراء موجودة صفحة أربعين با تزخر محافظة أربيل بالعديد من الآثار التاريخية التي لا تزال موجودة حتى الآن وضح ذلك فرعباء موجودة صفحة 19 قلعة أربيل وسؤال السادس أجب عن فرعين مما يأتي ألف ما هي أهم الموارد المائية لمحافظة ديالة وضحها مع الشرح صفحة 45 وما هي أهم الأقسام التضاريسية لمحافظة كاركوك عددها مع الشرح صفحة 33 التي هي التلال والهضاب والسهول والشرح مالتهم موجودة صفحة 33 ووجي معدد أهم المعالم التاريخية لمحافظة بغداد مع الشرح صفحة 52 هاي الأسئلة وبالتوفيق إن شاء الله